إذن يامس الموجودين على الستاتس بار ري فيوينج ولي فيوينج سلايتس أول شيء يشاهدون يامس هذا الشكل النورمال هؤلاء ما نحفظهم لأربع أشكال وماذا تعريف كل واحدة ووظيفة كل واحدة وماذا اسمها هذه أول واحدة نرى كيف شكلها يامس مثل دفتر مقسم لثلاث أقسام لثلاث أجزاء شوفوا يامس هاي هاي هلا هون مفعلة تمام شوفوا بينا كأنها أحمر غامل تمام هاي انها مفعلة تمام هاي عمريت العرض الطبيعي النورمال اذا شوفوا هاي العرض الطبيعي النورمال اذا شوفوا هاي العرض الطبيعي النورمال شو بيعمل Use to view the slide in a way that allows the user to design slides Add text and edit them اذا هي بتسمح لاليوزر انه يعمل design لالسلايد بيضيف text بيعدل عليهم مثلا انا باجي هون بيعدل على التكست الموجود عندي شوفوا باجي على السلايد الثاني بيضيف اشي باجي هون بيضيف اشي اذا النورمال هي طريقة بتسمح لاليوزر انه يعمل design لالسلايد ويضيف text او يعدل على التكست الموجود عندي تمام نيجي يعمس على السلايد سورتر تمام هاي اللي بجنبيها هي عبارة عن اربع مربعات جنب بعض هاي اسمها سلايد سورتر شوفوا بس ما اضغط عليها شوفوا كيف ظهرت عندي انا النافذة الموجودة عندي يستخدم لإعادة الترتيب لسلايد بتعرض ليهم كسلايد مصغرين ثم نيل او 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 اين او 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 حلائد تمام اذا used for rearranging the slide displaying them as thump nails in the work اذا هي تستخدم لإعادة ترتيب الشرعح اللانى الموجودين عندي بعيدة ترتيبهم من خلال السلايد سورتر وانها س pursu بتظهر لي شرائح او السلايد بشكل ثمت نيلز بشكل مصغر طيب نيجي يامس على نمبر ثري اللي هي شايفينه زي الكتاب المفتوح Reading View شوفوا لو أضغط عليه Reading View كيف صار شكله زي الكتاب المفتوح تسمح لليوزر To review the presentation in a way Similar to the follow A full show عفوا In addition to adding View controlling elements To facilitate reviewing تمام هل هي بتسمح لليوزر انه يعمر عرض لليوزر 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 الاشي أنا اللي عملته لعرض التقديمي اللي أنا عملته بطريقة مشابهة لل full show تمام كأني أنا عم بعمل يعني أنا عملت شغلي هاد وعم بستعر الضيامس وبيدي أشوفه إذا بدي أعدل اشي أزيد اشي قبل ما أعرضه عرض نهائي تمام يعني أنا كأني بدي أعمل استطلاع بيني وبين نفسي أنا أشوفه تمام اني بكون طريقة العرض لل full show تمام لل full show أني بقدر من خلاله أضيف وأتحكم بال elements والعناصر الموجودين عندي بالعرض تمام هذا بال full show تمام أنا عم بطلع عادي أوك هنيتشي نحكي يامس على آخر إشي شايفين هاد الجزء السلايد شو الهدف من السلايد شو يستو بيو the entire presentation after finishing the design of the slide إذا أنا بستخدمه حتى أعرض البرزنتيشن بشكل نهائي بعد ما أخلص من تصميم أنا السلايد تمام أوك يا ميس شوفوا نرجع لأول سلايد نضغط على السلايد شو الهدف من السلايد شو أنه بتعرض البرزنتيشن نهائي بعد ما أخلص ال design كامل تمام شوفوا لما عمل design شوفوا ميس اختفى عندي الشريط الورنج الكام بالأسفل شوفوا هذا سلايد شو عمل full screen full presentation كامل اختفى اللي عندي أنا الشريط الموجود بالأسفل تمام بعمل escape بطلع لما أعمل escape الموجود بالكيبورد بطلع وبرجع الpowerpoint اللي أنا فاتحته إلا أخذنا normal دائما بيكون عن normal أخذنا slide sorter أخذنا reading view وأخذنا slide show تمام slide show هو للعرض النهائي بعد ما أخلص design والتصميم والدخل كل شي اللي أنا بدي بعمل slide show فبيظهر أنا عندي slide show نهائي تمام وهذا درسنا لليوم يا خامر عفو يا رابع ويعطيكم يا مس ألف عفو شكرا